بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة ضياع مضخرات الناس الدهب بيعمل إيه بالزبط في المصريين يطرى إيه اللي جاي في الأيام القادمة وإيه الكارسة الجديدة في تسعير الدهب بالعقود الأجلة هل لو أنا معي دهب أتخلى عنه وأبيعه وهل أشتري الدهب دلوقتي في الوقت الحالي وهل ده يكون مكسب ولا لا يطرى مضربة ولا الدخار هقول لحضراتكم الإجابة على كل التساؤلات دي حاليا دلوقتي أول حاجة هجاوب حضراتكم طبعا لكل التساؤلات دي دلوقتي في أثناء الحلقة بتاعتنا أولا لازم تكون حضرتك عارف إنه الدهب مبارح والنهاردة انخفض عالميا 20 دولار للأنصة الوحدة ده عالميا شيء متفقين عليكم نتكلم فيه دلوقتي ده شيء منطقي جدا جدا بصراحة لأنه في الأيام الماضية سجلت حرقات البيع على مدار الساعة 13 صفقة بيع و3 صفقات شراء وده شيء عادي وطبيعي بما إنه ما فيش معروض كتير أما فيش طلب كتير فخلاص السعر بينخفض وكمان الناس اللي كانت يعني فيه ناس كتير منتظرة قرات الفيدرالي الأمريكي وكمان فيه ناس كتير جدا اشترت لما تم إفلاس البنوك التلاتة الأمريكية بهدف المضاربة في الدهب وبعد كده الدهب لما وصل بعد الأسبوع دي كم أسبوع كده وصل لمستويات كويسة فبدأت الناس إنه هي تتخلى عن الدهب وتبيعه خلاص حقق متوسط سعر كويس فبدأ إنه حرقات البيع بتيبقى كتيرة جدا فبدأ الدهب ينخفض لإنه المعروض بقى كتير جدا ولإن الأسعار كانت بترتفع بشكل مش منطقي عندهم ومش مبرر ولإن الأجانب غيرنا خالص لما بيلاقوا ارتفاع جنوني ومبالغ فيه وغير مبرر في أي شيء لا ما بيشترهوش ما بيشترهوش وبيمتنعوا عن الشراء غيرنا هنا خالص في مصر إحنا بقى حصل عندنا شيء غريب جدا 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 عندنا هنا في مصر إحنا حذرنا حضراتكو كتير جدا الدولة وقفت البيع والتسعير شعبة الدهب نجدة حضراتكو وقالت بلاش شراء في الأيام دي حتى الأسعار مع ذلك على عكس كل التوقعات صفقات الشراء كانت بتسجل 13 صفقة شراء أمام 2 بيع يعني الطلب على الشراء كان كبير جدا جدا فطبعا التجار استغلوا الوقت ده جدا ويعلوا الأسعار بشكل مش طبيعي بعد كده بدأنا نشوف مفيش حركة بيع خالص من بعد العيد مفيش أي شراء مفيش الناس ما بتشتريش خالص مفيش حد بيشتري ولا سبايق ولا مشغولات إلا مثلا لو حد بيشتري شبكة عنده معاطفرح ولا حاجة خلاص مفيش مشكلة الغريب بقى واللي بيحصل في مصر هنا إنه برغم إنه مفيش حركات بيع مسجلة على مدار الساعة لا مفيش حركات شراء خالص خالص إنه يعني شيء عمره محصل في أي دولة في العالم الدهب كان وصل إنه مصعر بسعر السوق السوداء ما بين 37 ل38 وقالنا لحضراتكو ده كتير جدا في الأيام الماضية ويمكن هو اللي كان السبب فيه إنه في الأيام القادمة الأيام الماضية كان فيه ارتفاع كبير جدا في سعر الدولار لإنه خلاص بقى السوق الرسمي الموازية بقت خلاص مصعرة بأكتر من حاجة في مصر وقلت لحضراتكو مصر بقى فيها على الشاشات الرسمية في البنوك يلامس الواحد وثلاثين السوق الموازية 37 و 38 الدهب كان وصل لحد الاربعين وعقود آجلة 43 دلوقتي بقى الشيء اللي بيحصل من أغرب ما يكون الدهب بقى مصعر في مصر بسعر العقود الآجلة ويمكن يتخطاها بـ 2% 45.6 من 10% يعني طبعا دي كرسة في كل الحدود طيب يا طرق إيه اللي بيحصل أنت كده بتشجع الناس طبعا لأنها تتاجر في العملة وصعر بنفس السعر ولكن حضرتك هنا مش ملاحق أمنيا ولا أي شيء حتى موضوع المصنعية والتلام ده كله فرق التسعير لأ بيدل حضرتك نفس القيمة وحضرتك بتتاجر في شيء الدولة سمحة إنه حضرتك تتاجر فيه لكن العملة الموضوع مختلف تماما وبحسي الأموال العامة طبعا يعني لما بيتم ضبط أي حد لأ طبعا بيبقى ملاحق أمنيا وبيبقى فيه عنده مسؤولية جنائية وطبعا الناس كلها بتسأل دلوقتي طيب أمان لو تم تحرير سعر الصرف في الأيام القادمة وده شيء خلاص بقى المصريين حتى بقوا مرتضين وبقوا عارفين أنه ده هيحصل بنسبة مية في المية كنا بنكتلم سبعين وتمانين لا بقول لحضرتك دلوقتي ده بنسبة مية في المية ولكن هي مجرد قرارات واتخاذات للقرار من البنك المركزي وخصوصا إن في حاجة جديدة حصلت في موضوع الدولار ممكن حضرتكو بتشوفوها في حلقة الدولار طيب لو ده حصل يبقى الدهب كمان يعني هو دلوقتي لما يكون مساعد بخمسة واربعين جنيه وديجا حضرتك ترفع سعر الصرف ما بين أربعة جنيه لخمسة جنيه يبقى ده طبعا فورا بيتحط على سعر الدهب يبقى أنا كده بشتري الدهب بخمسين جنيه للدولار يعني إيه خمسين جنيه للدولار يعني الدولار في تسعيره في داخل الدهب يبقى بخمسين جنيه للدولار الواحد داخل سعر الدهب طيب بالنسبة للبيع والشراء أعمل إيه دلوقتي لو أنا معي دهب أبيعه ولا ما بيعوش طيب لو انا مش معايا دهب اشتري ولا مش اشتري ولا مش اشتريش الناس كلها طبعا بتقول انه الدهب هيرتفع في الايام القادمة وانه افضل استثمار مفيش كلام هقولها بصراحة هقول لحضرتك اوعد اشتري دهب دلوقتي خالص لان الوضع بصراحة غامض جدا وما فيش كراءات قدامنا نقدر نتكلم مع حضرتك عنها لما كان في مؤشرات مبدئية والرؤية واضحة قدامنا كنا بنقول لحضرتك اشتروا الدهب طبعا في ناس كديرة جدا اللهم بارك اشتري الدهب ودلوقتي ما شاء الله كسبوا مبالغ استحالة كانوا يحققوها في اي استثمار تاني غير الدهب وده كنا بنقوله لما كنا بنقول لحضرتك اشتروا في عشرين يوم اتكلمنا فيهم قبل ارتفاع الاسعار الاخير قلنا لحضرتك اشتروا دهب الايام دي بس الناس دي كسبت ما شاء الله مكاسب رهيبة في الايام دي طبعا هو كده ما عملش اي حاجة غلط كل حاجة تمام اشترى لما كان السعر قليل وطبعا عادي ما فيش مشكلة كسب لو هو بيضارب انا قلت كتير انا موضوع المضاربة ما لياش دعوة به ولكن لو حضرتك كنت بتشتري بهدف الاستثمار لا طبعا مش هتبيع ولا جرام واحد من الدهب اللي مع حضرتك دلوقتي ازاي احنا قلنا انه الصفقة ما تقلش عن عام كامل يعني السنة الجاية اللي زاية دلوقتي ونقدر نتكلم مع بعض ونقول لحضراتكم ما كسبكم من السنة اللي فاتت كانت ايه وحققنا مكاسب قد ايه السنة اللي فاتت الناس اللي كانت هتعمل شهادات التمنتاشر في المية قلنا لهم اشتروا شهادات اشتروا جزء بجزء كبير من فلوس حضراتكم دهب فيه ناس كتيرة جدا فهمت الموضوع وقارت اللي بين السطور وماشتريتش اصلا شهادات خالص ودلوقتي ما شاء الله مكسبهم عشر اضعاف اللي اشترى الشهادة ودي بشهادة الناس كلها يبقى بالنسبة للشراء اللي الشراء الموضوع هيكون يعني بيرجع لحضرتك اما انه هتجازف وتشتري او متوقع انه يرفع او متوقع انه ينزل ولكن الموضوع ما بقاش للأسف مرتبط بعالميا وهي دي كل القصة احنا بنتكلم في انه اقدر اقول لحضرتك عالميا ادهب كذا يبقى محلية لعندنا هيكون كذا العلاقة كذا علاقة عكسية علاقة مضادة كده ودي كل القصة لكن دلوقتي وظل اللي بيحصل ده كله احنا الوضع عندنا بقى غير خالص وكمان في حاجة ما تنساش التعويم التعويم في الايام القادمة هيكون له تأثير كبير جدا جدا على سعر الدهب في مصر فحضرتك محتاج انه تكون حضرتك صاحب القرار وانه انت اللي تتخذ القرار بنفسك بس لو حضرتك هتتخذ القرار وهتجازف لو عايزها ما تبقاش مجازفة وتبقى حاجة مضمونة هتصبر سنة كاملة على الصفقة اللي حضرتك هتعملها او الشراء اللي هتشتري دلوقتي خلاص ساعتها اشتري باي سعر وان شاء الله المكسب هيكون عالي لانه احنا قلنا كتير انه نهايات السنة اللي احنا فيها دي وبدايات السنة القادمة في الربع الاول من 2023 هنشوف ارتفاع في معشر الدهب غير عادي اتمنى اكون ادري تفاهم حضرتك دلوقتي اللي بيحصل ده كله تلاعب مش اكتر فيش حاجة اسمها دهب يتسعر بسعر العقود الاجلة بسعر حاجة كمان سنة لا ده كده مش منطقي خالص اللي مش حابب انه اشتري دلوقتي لا ياريت حضرتك توقف شوية هنسمع الكلام ونوقف شوية وفي الايام القادمة لما يكون فيه فرصة تانية للشراء هنقول لحضرتكو لكن اللي معه دهب ياريت ما تتخلاش عن جرام واحد من الدهب اللي معه حضرتك ده في حال لو حضرتك شريب تهدف للدخار والاستثمار اما المضربة انا اسفة مش ليه علاقة بيها خالص هتمنى جده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضرتكو واشوفكو في فيديو جديد وخبر جديد في امان الله